تعالوا نروح على مبادرة برضو مهمة جدا انا كنت لسه بقول لكم يا جماعة احنا عندنا المنافس بتاعتنا بتاعت وزارة التموين وعندنا المنافس بتاعتنا بتاعت وزارة الداخلية وعندنا احنا كنا بنتكلم على اهلا رمضان وزارة التموين وعندنا كل واحد كلنا واحد وزارة الداخلية ومنافس امان وعندنا منافس وطنية القوات المسلحة وعندنا منافس وزارة الزراعة وعندنا الشركة القبضة للمجمعات الاستهلاكية شوف كل اللي عايزينه ان يوصل لك منتج غذائي جيد جدا وبسعر معقول قدر الاستطاعة تعالى نشوف واحدة بنتكلم على كلنا واحد وهي المبادرة اللي احنا زي ما احنا عارفينها هي تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نظمه ايه او نظمت ايه وزارة الداخلية نظمت قافلة لبيع المواد الغذائية وغير الغذائية طيب اسعارها ايه اسعارها مخفضة واسعار خاصة جدا لأهالينا في شمال سيناء ووفروا قوافل خدمية لتقديم خدمات الاحوال المدنية وترخيص المرور كمان تم تنظيم زيارات لعدد كبير من المدارس وتوزيع هدايا كمان على ولادنا اللي موجودين هناك والطلبة معانا على التليفون كاتبنا الصحفي الرائع والجميل جمال رائف اهلا 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 بك استاذ جمال اهلا بحضرتك يوسف وبسعد دايما لأنا بكون محضرتك وانا اكتر والله وبسعد بوجودك معانا كمان في الستوديو لما بتنورنا عايزين نتكلم شوي على مبادرة كلنا واحد واهمية القوافل اللي بعثتها الداخلية لأهالي نفسينا يمكن مبادرة كلنا واحد في حقيقة انتقلت من فكرة المساندة وتقديم المساعدة إلى تقديم ايضا بناء الشخصية المصرية وشوفنا حتى استعام مبادرة كلنا واحد ليه اه يعني اه 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 بناءنا في المنطقة الحضارية وغيرها من النقاط والانطلاق الان حتى إلى شمال فيناء وتقديم الخدمات بشكل مجاشر لأهالي شمال فيناء اذا احنا نتحدث الان عن مبادرة كلما مر الوقت كلما نرى فيها تطور ملفوظ وبتقدم خدمات لا تختفر فقط على المساندة العينية ولكن حتى على فعاد الخدمات وبناء الشخصية المصرية وهذا مهم للغاية اعتقد ان دور وزارة الداخلية المجتمع الان في هذا الاطار اصبح شهور بارس ومهم للغاية وده اه ايضا دور بيتكامل مع الدور الذي تكون بمعظم مؤسسة الدولة المصرية الان في احداثنا من انواع العمل الذي هو مبنى على فترة التواصل المشترك والتنسيق المشترك حينما نتحدث الان عن الامن مقذائي المصري ده ما حاليا كنت بتقول بناجد وزارة الداخلية بتعمل وزارة الدفاع بتعمل بناجد وزارة الزراعة بتعمل وزارة التموين جميع المزارات والمؤسسات الدولة المصرية منذ قليل الحالية كنت تتحدث عن اهل رمضان الجميع يعمل تخلية نحل من اجل ان اه يوفر اه ايضا طريقة او الية جديدة طب السوق بطريقة غير مباشرة لان كل هذا العمل من خلال هذه المبادرات انا اعتقد ان هي ايضا اه بتساهم بشكل ملفوظ بضبط الاسواق وعلينا ان اه نتخيل ان لم يكن هناك هذين مبادرات اعتقد ان كان هيكون هناك انسلات كبير تجدام في الاسعار هذه المبادرات سواء كلنا واحد او غيرها من المبادرات التي دخلت لطبط السوق المصري من خلال توفير الكثير والكثير من السلع الاستراتيجية باسعار اعتقد ان هي منافسة بشكل كبير جدا تهمت بشكل ملحوظ في ضبط الاسعار وبالكالي سواء على صعيف اه توفير الخدمات او توفير السلع كلنا واحد اعتقد ان هي مبادرة بتؤكد ان الشرطة المصرية بتستطيع الان ان تواكب العصر سواء من خلال عملها الاساسي هو تقديم خدمات امنية الان المواطنة المصري اصبح يستشعرها في كل مكان او من خلال تقديم الخدمات المتعلقة طبعا بالحوال المدنية او حتى من خلال الدول المجتمعي البارد الذي اصبح الان يعني واضح ومؤثر والجميع يستشعر انه فيه تطور طوال وقت عظيم جدا 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 انا بشكرك جدا للفاس جمال كل الشكر لكاتبنا صحفي الاساس جمال رائف